تمر رحلة الحج قديماً ببعض من الصعوبات والمشقة خلال العقود الماضية أما في حاضرنا فقد أصبحت مسيرة الحج رحلة إيمانية سهلة تتوفر فيها كافة الخدمات وسبل الراحة وعناية بالحرمين من خلال عمل دؤوب لخدمة ضيوف الرحمن من داخل المملكة ومن العالم أجمع أداء الركن الخامس من أركان الإسلام كان أشبه بالمستحيل فخلال التاريخ مر حجاج المنطقة الشرقية بالعديد من المراحل لطرق الوصول لمكة فكانت أقدمها القوافل التي تسير لفترات طويلة مروراً بمرحلة السيارات القديمة وعورة الطرق غير المعبدة وصولاً للمواصلات الحديثة التي تكاد تستغرق ساعات قصيرة بعد عيد رمضان يستعدون للحج فهذا اللي يجمع الحملة عشرين ثلاثين أربعين نفر هو طبعاً وهم ويا أهاليهم ويطلعون عن طريق الجمال لمدة يأخذون وهم في المشي يمشون في البر حوالي تقريباً ثلاثة شهور من شهرين ونص إلى ثلاثة شهور يأخذون الحج سابقاً طلع عمرك في الزمان ذاك أيام جدودنا طبعاً كان على الإبل وبعضهم اللي ما يملك مسكين يحاول يمشي يمشي اللي الله يسر له طول السنة يجمع كم من قرش رحلة الحج من المنطقة الشرقية كانت محفوفة بالكثير من المتاعب والمخاطر التي تطال الحجج أثناء رحلة ذهابهم للحج والتي تمتد ما بين الشهرين إلى ثلاثة أشهر تسير فيها القوافل باتجاه مكة والتي يسبقها استعداد معين تختلف تفاصيله قديماً وحديثاً لما يودعون أهاليهم أنهم يبكون أهالهم تبكي أن هذا الرجال يرجع قل له ما يرجع زين المفقود الرجال ذراح الله يحفظه عاد زين ما عاد لا إله إلا الله أولا جاء تسمع الزغاري وتسمع الفرحة وتسمع الناس وتفلة ويحطون علام خضر يركزون هذا بيت الحاج فلان تعتبر فريضة الحج من الفرائض العظيمة عند المسلمين ولها في نفوسهم مكانة سامية ولطالما حظيت هذه الفريضة باهتمام عصور لإسلام الأولى وصوراً للدولة السعودية التي أولت الركن الخامس والحرمين الشريفين جل الاهتمام والعناية وتسهيل الوصول لهما عبدالله الشهري الدمام أدامام